شدد رئيس سيسي على أن وجود الخطر لا يمنع وجود سبيل لمجابهته موضيفا أن قادة العالم قادرون على مجابهة مخاطر تغير المناخ خلال السنوات القادمة ذلك خلال مشاركة الرئيس سيسي في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرمشيخ ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني لمنتدى شباب العالم وأضف الرئيس سيسي أن هناك خطورة نابعة من ازدياد عدد السيارات المتوقع خلال السنوات القادمة وأن الحل يكمن في إحلال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بسيارات أخرى تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي وهو ما قامت به مصر بالفعل حيث أطلقت مبادرة منذ خمس سنوات لإحلال تلك السيارات حتى تصل مصر إلى أول سيارة كهربائية مصنوعة محليا بحلول عام 2023 وفي ذات السياق أشار إلى موضوع البحيرات التي تغضع لعملية تطوير وتطهير كاملة في مساهمة من الدولة لتحويل تلك البحيرات إلى طاقة اقتصادية كما تطرق الرئيس السيسي إلى المبادرة الرئاسية حيا كريمة موضيفا أن الدولة خصصت أكثر من 80 مليار جنيه لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وفي الوقت ذاته تتجه الدولة لمتابعة مصانع الحديد والأسمنت ومشروعاتها من أجل التقليل من حجم الانبعثات فضلا عن تطوير شبكات الطرق والكبار القومية لتوفير فرص العمل كما أوضح الرئيس السيسي أن الانبعثات التي تصدر عن مصر تكاد لا تذكر مع ذلك فإن الدولة منتبهة لخطورة الأمر عالميا مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب والإعلاميين والسياسيين والقطاع الخاص في إعادة تعمير الأرض ترجمة نانسي قنقر